تقييمكم للحضارة الغربية بشكل عام التي تسيطر حالياً يعني الحضارة الأولى إيه الحضارة الغرب في حالة نهضة منذ مدة طويلة منذ عصر النهضة دخل المجتمع الغربي في حالة مواجهة لضعفه الضعف الذي يعني الخطير الذي كان يعيشه في القرون الوسطى دخل في مراجعة وفي صراع مع عوامل الضعف وعوامل التخلف عنده استطاع عبر مسار طويل أن يصل إلى حالة من النهضة الحضارية ولو أن هذه النهضة الحضارية تتسيم بالسيطرة والتحكم في عالم المادة واستثمار عالم المادة وتلبية الحاجات المادية للإنسان بشكل غير مسبوق فالنهضة الغرب في نهضة حضارية حقيقية والنهضات حتى نقيمها فيه مقييس فيه خريطة ربما نتعرض لها في المستقبل تمكننا من التشخيص والحكم هل هذا المجتمع أو ذاك في حالة نهضة حضارية حقيقية متوازنة أم أنه في حالة نهضة جزئية فالمجتمعات هذه الغربية لا يمكن لأحد أن ينكر بأنها في حالة نهضة المقياس الذي تعتمدون عليه هو منظور السنانية الشاملة تقيمون من خلالها حتى الحضارة الغربية كل الحضارات الإنسانية ينبغي أن تقيم في ضوء منظور السنانية الشاملة حتى نحكم عليها هل هي نهضة حضارية جزئية أم أنها نهضة حضارية شاملة جميل